هذا السؤال يقول إذن هذا البرنامج يطلب من عندي أن أطبع وقبل ما أطبع لازم نعرف ونضطيها اللي راح تكون عبارة عن سلسلة من الحروف بعدها راح نطبع هذه بشكل معكوس باستخدام الفورلوب راح نبدي من آخر موقع وننقص إلى أن نوصل إلى أول موقع فالبرنامج مالتنا راح يبدي أول شيء بتعريف السيترينج وإحنا قلنا أنه لغة السي بلاس بلاس تعرف السيترينج كمصفوفة حروف فإذن أقول كاركتار مثلا أسميها str هذا الفاريبل وانضيها فتحجم خل نقول عشرة وننطي إلى هذه السيترينج initial value اللي هي مجموعة الحروف مثلا كلمة school إذن هذه school هي عبارة عن مجموعة من الحروف مصوفة حروف صح هي عشر مكانات بس الحقيقة أنه هذه السكول راح يكون بها ستة حروف اللي هي الحروف الظاهرية بالإضافة إلى السلاش زيرو اللي راح يكون موجود فمجموعة الحروف راح يكون سبعة وبما أنه أنا مختار سائز عشر حروف إذن هذه سبع حروف راح أتكفي بهذه المصوفة فهذه طريقة تعريف في السيترينج واعطائها initial value قيمة ابتدائية يطلب من عندي أول شيء أنه أسوي طباعة إلى هذه السيترينج فمجرد أن نقول Cout STR مجرد أن أنطي اسم هذا المصفوفة الحروف راح يتبع لي السيترينج ويتوقف إلى أن يوصل للسلاش زيرو ففائدة السلاش زيرو اللي موجود بكل سيترينج بلغة السي أنه نعرف نهاية هذه السلسلة النصية وبعدها مثلا راح نخلي end line المطلب الثاني يريد أنه نطبع هذه السيترينج reverse order يعني بالعكس يعني أول شيء طبع ال L بعدين ال O بعدين ال O بعدين ال H بعدين ال C بعدين ال S فلازم أنا أبدي من من أبدي من هذا الموقع فلازم أبدي من هذا الموقع فهنان إذا أجيت قلت أنه راح أبدي من العشرة راح يصير عندي خطأ ليش لأنه هذه المصفوفة صحية حجمها عشر أماكن بالذاكرة بس من كل هذه العشر أماكن هي مستغلة من قبل يعني هنانا مثلا عندي S هنانا عندي C وهنا عندي حرف ال H وهذا ال O وهذا ال L وهذا عندي هنانا قلنا شنو هو اللي هو اللي سلاش زيرو اللي يمثل النول كاركتر فذني عبارة عن سبع مواقع وعندي بعد شنو عندي ثلاثة ممحجوزات من قبل المصفوفة فلو أسوي for حتى أطبع المصفوفة بالعكس إذا أقول أنه أبديلي من هذا الموقع عشر راح يصير عندي خطأ لأنه هنا راح تكون شنو راح تكون قيم عشوائية ما مستغلة من قبل البرنامج فلازم أبدي من؟ لازم أبدي من هذا المكان ولازم إحنا البرنامج مالتنا هذا المكان هو هذا الموقع صفر هذا واحد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة فالمفروض أبدي الآي ماتي من الخمسة بس مو شرط أنه دائما سترينغ ماتي تأخذ خمس حروف أو خمس أو ست حروف وهذا الموقع الخامس فيجوز الماتي سترينغ مثلا بوك فالبوك راح تكون لهنا مثلا يجوز pen ثلاثة حروف فهي لحنا فهذا دائما يتغير فأني أفضل مما أبدي من موقع ثابت أستخدم دالة strlin أقيس طول هذه strlin strlin شو تسوي لي تقيس طول strlin راح ترجع لي الحروف الظاهرية اللي هي اش قد واعة ثلاثة أربعة خمسة ستة راح ترجع لي strlin ترجع لي شنو انتجر فأني أقدر أبدي من الستة ناقص واحد يعني من أبدي من الموقع strlin ستة ناقص واحد هو خمسة فإذا كانت الكلمة بوك فراح يكون هنا strlin للstr ناقص واحد ليش ناقص واحد لأنه راح يرجع لي ستة ستة حروف أنا أريد أبدي من الموقع خمسة زيان شو وقت أتوقف أتوقف إلى أن أوصل للصفر هل الصفر داخل بالموضوع نعم داخل لأنه الاس هل تطبعها فإذا يكون اي أكبر أو يساوي زيرو وهل راح أبدي آن من الخمسة إلى الصفر فلازم أناقص مقدار واحد واحد اللي راح أقول لسي آوت str للآي اللي راح يطبع لي أول شي l لأنه بدأ من الخمسة وراح ينقص صير أربعة يطبع لي l-o وهكذا إلى أن يوصل للصفر فهي طريقة حل هذا السؤال فإذا نجي للعملي أجي هنا أنا أول شي أعرف المصوفة أقول character str ننطيها حجم عشرة مثلا أو أكثر str ماتي هي school فارزة منقوضة بالبداية يريد مجرد طباعة str فهنا أنا إذا أجي أنفذ البرنامج راح يطبع لي كلمة school وهنا راح أسوي المطلب الثاني اللي هو شنو يريد من عندي أطبع str بصورة معكوسة str لن str ناقص واحد وإنه أنا يكون i أكبر أو يساوي الصفر وi minus minus و cout str لل i حتى أطبعها حرف حرف و end line إذا أطبعها بصورة عمودية مادام استخدمت str لن إذا لازم أضمن مكتبة str اللي هي hash include string dot h string dot h فمن أجي نفذ نفذ منها لاحظ أنه هذه العبارة انطبعت بصورة معكوسة إذا أجي أغير هذه مثلا سويها book راح يشتغل البرنامج بصورة صحيحة يطبع أي عبارة مهما كان طولها المهم تكون أقل من 10 ما تتجاوز 10 فيشتغل على كل string اللي أقل من 10 لأنه هان استخدمت طول string أفضل مما أستخدم موقع ثابت وهذا الموقع الثابت ما راح يشتغل إلا على string اللي تكون بهذا الطول فنستفاد من دارة الرين دائما في حساب أطوال string